شكراً لكم هنعرف النهاردة هنأتعرف إن شاء الله على التكنولوجيا المساعدة وإزاي التكنولوجيا المساعدة بتدعم الأشخاص دي والهمم دي وبتساعدهم في إيه وأمثلة على التكنولوجيا المساعدة التكنولوجيا المساعدة يا سنعبع من اسمها كده تكنولوجيا يعني أدوات تكنولوجيا مساعدة يبقى حتساعد حتساعد مين هتساعد الأشخاص زيو الهمم علشان يعملوا إيه مين هم الأشخاص زيو الهمم الأول الأشخاص زيو الهمم هم الأشخاص اللي عندهم إعاقة في حاجة معيجة يعني حتى مثلا من زيو الهمم مكفوف فاقد النطق عنده أحد أو فاقد أحد أطراف إيديه أو رجليه فدول كلهم اسمهم زيو الـ الهمم عايزين نعرف أن التكنولوجيا المساعدة دي هتساعدهم إزاي وحتساعدهم ليه هم حتساعدهم علشان خاطر يقوموا بأعمالهم الأعمال دي كانوا بيلاقوا صعوبة فيها يعني مثلا لو حد فاقد البصر يعني مكفوف عايز يتعامل أو عايز يندمج جوه المجتمع همش هيعرف يتعامل لأنه عنده مشكلة في البصر فالتكنولوجيا أو بفضل تكنولوجيا المساعدة ساعدته إن هو يقدر يتعامل مع الناس يبقى التكنولوجيا المساعدة يا سنعبا هي الأجهزة والتطبيقات التي تساعد الأشخاص زي والهما في الأعمال التي يجدون صعوبة في القيام بيها في حياتهم اليومية يبقى ساعدة الأشخاص زي والهما عشان يقدروا يمارسوا حياتهم الطبيعية ويقدروا يندمجوا في المجتمع ويقدروا يتعاملوا كأنهم شخص مثل كده العالم البرتلين فاكريني العالم البرتلين يا سنعبا اللي احنا أخدناه في أول درس ده عالم أصار بربا عليكم ده كان فاقد كان من زي والهمم كان لديه ساق مبطورة يعني فاقد أحد أطراف رجلي يعني رجله كانت مبطورة أو مقطوع طيب لو هو رجله مبطورة كان حيقدر يا سنعبا يبحث أو يستكشف القصار طبعا لا بفضل التكنولوجيا المساعدة طبعا الاعقاد دي ما وقفتهش عن العمل اللي هو كان عايز يعمله بفضل التكنولوجيا المساعدة ساعدته بفضل السوق الصناعية ساعدته على ايه على انه هو يقدر يقوم بعمله بنجاح ويواصل عملية بحثه عن الايه عن الاصر يبقى عالم ألبرتلي هو احد الاشخاص زيو الهما لديه ساق ايه برافع لكم ابطورة الا انه ما زال يقوم بالامور كلها كما عتاك يعني هو بيقوم برضو بكل اعمال من قبل ولم يسمح لعاقته ان تقف امام نجاح ولولا السوق الصناعياني لو السوق الصناعياني مش موجودة التي حصل عليها بفضل التكنولوجيا المساعدة لم تكن ايه لم تقلمة يعني ما كانش يقدر يعمل ايه او يقوم باعماله اليومية في عالم تاني اسمه ستيفن هوكينج ستيفن هوكينج ده عالم فيزياء عالم الفيزياء جاله مرض او تعم فقط الحركة وفقط ايه الكلام او النط طب هو كده هيقف يا صناعبا لا طبعا استخدم الادوات التكنولوجيا او التكنولوجيا المساعدة زي ايه زي الكرسي المتحرك والكرسي ده كان مزوت بنظام بيمكنه يمكنه من الايه التحدث يبقى كده التكنولوجيا المساعدة ساعدة مين ساعدته العلماء والعلماء دي كان من زاوي الايه الهمة ما قالوش ان احنا عندنا اعاقة فما نقدرش نكمل حياتنا لا التكنولوجيا المساعدة ساعدته من هم يقدروا يبحثوا يقدروا يواصلوا اكتشافاتهم يقدروا يواصلوا اه حياتهم اليومية بصورة ايه طبيعية طب ممكن نعرف ساعدة بعض التكنولوجيا المساعدة دي امثلة عليها هنتعرف على الامثلة على التكنولوجيا المساعدة اول مثال سماعة الازن وحنعرف سماعة الازن دي بنستخدمها المين برمجيات تكبير الشاشة من اسمها كده برمجيات يعني هي برامج تمام؟ برمجيات التواصل البديل والادوات الايه؟ الرياضية هنتكلم على كل واحدة بالتفصيل سماعة الازن سماعة الازن دي سنة ربا هتساعد مين؟ هتساعد الاشخاص من زيو الهمم اللي هما عندهم مشاكل فين؟ في السمع سماعة الازن يعني انا لو حدي مثلا سمع ضعيف فحيقدر يستخدم سماعة الازن دي عشان يقدر يسمع الناس اللي ايه؟ اللي حواليه سماعة الازن الحديثة او الجديدة فيها تطبيقات بتحتوي على تطبيقات يمكن من خلالها توصيل السماعة بالهواتف يعني فيه برنامج او الهاتف الزاكي الموبايل فيها برمجيات السماعات دي بوصلها بالموبايل وبقدر اتحكم بمستوى الصوت اللي انا عايزين تمام؟ كده سنة عبع يبقى سماعة الازن التبية بتساعد الاشخاص الذين يعانون من مشاكل فين؟ برافو عليكم في السماعة بتضم تطبيقات سماعة الازن دي فيها تطبيقات يعني ايه تطبيقات سناعة بقى؟ يعني برامج برافو عليكم يمكن من خلالها توصيل السماعة بهواتف الايه؟ بالهواتف الزاكية الهاتف الزاكية اللي هو الموبايل بتاعي هقدر اتحكم في مستوى الايه؟ الصوت تاني مثال على تكنولوجيا المساعدة برمجيات تكبير الشاشة من اسمها كده برمجيات وتكبير الشاشة يعني ايه سنة عبعا؟ يعني برامج البرامج دي بتقوم بتكبير كل حاجة على الشاشة زي الصور زي الكلمات زي النصوص تبديه حتساعد مين يا سنة عبعا؟ حتساعد الناس ضعاف البصر مش المكفوفين ضعاف ايه؟ البصر لما الانسان ضعيف البصر يا سنة عبعا هو طبعا مش بيشوف بالنسبة كويس فبيضطر او بتساعدوا برمجيات تكبير الشاشة دي انه هم يشوفوا الحاجات بالصورة ايه؟ اكبر من حجمها الطبيعي فبالتالي بتكون الرؤية ايه؟ افضل وبتطيع للاشخاص ضعاف البصر ان هم يقدروا يتفعلوا مع جهاز ايه؟ مع جهاز الكمبيوتر يبقى برمجيات تكبير الشاشة تقوم هذه البرمجيات تقوم بتكبير كل شيء على ايه؟ على الكمبيوتر كالكلمات والصور حيث تطيع للاشخاص الذين يعانون من ضعف البصر او انه هم يقدروا يتفعلوا مع جهاز الايه؟ الكمبيوتر يبقى خدنا مثالين سماعات الاظن وبرمجيات تكبير الشاشة ايه كمان يا سنة عبارة؟ برمجيات التواصل البديل اللي استخدمها مين؟ اللي استخدمها ستيفن هوك طب برمجيات التواصل البديلة يعني ايه برمجيات التواصل البديلة سنة عبارة؟ طبعا قدام قلت برمجيات يبقى دي برامج موجودة في جهاز ايه؟ في جهاز الكمبيوتر بتساعد مين؟ بتساعد الاشخاص دي والهما على التواصل الشفائي واللغوي مع الاخرين يعني ايه سنة عبارة تواصل الشفاء واللغوي؟ يعني مثلا لو انسان مش بيقدر يتكلم بس بيعرف يكتب فيفتح بردامج الكتابة او يكتب فالبرامج دي او البرمجيات دي بتحول النصوص يعني الكلام المكتوب الى ايه؟ الى صوت تمام؟ والعكس وبتحول الصوت لو حد مثلا مكفوف فمش هيقدر يكتب او حد مثلا مش بيعرف يكتب فبيضطر او بيستخدم ايه؟ بيستخدم بيسجل صوت فهي بتقوم بتحويل الصوت ده اللي يسجله الى ايه؟ الى نصوص فيقدر ايه؟ يقدر يقراها تمام؟ يبقى برمجيات التواصل البديلة بتساعد الاشخاص دي واللي همم على التواصل الشفائي الايه؟ ولا؟ يبقى التواصل الشفوي او الشفائي ان انا مش بعرف اتكلم فبقدر ايه؟ اكتب فالبرمجيات دي بتاخد النص اللي انا كتبته بتحوله لي الصوت او لو انا مش بعرف اكتب او مش عارف اكتب بسبب بقى ان انا مقفوف او كده فاطر استخدم الايه؟ الصوت فبتحول لي الصوت ده الى ايه؟ الى نصوص بقى برمجيات التواصل البديلة بتساعد على التواصل الشفوي والايه؟ واللق زي ايه؟ دي برمجيات او مثل ايه؟ برمجيات خاصة بجهاز الكمبيوتر قادرة على تحويل ايه؟ النص مكتوب الى ايه؟ حديث والعكس زي الاستخدامة ستيفن ايه؟ هوكت يبقى دي مش بتساعد المكفوفين هي مجرد ان هي بتحول الصوت لنص والنص الايه؟ لصوت هنيجي على الادوات الرياضية الادوات الرياضية دي بتسمع الادوات الرياضية معينة للاشخاص دي والهمة من الهمة لإيه؟ الهواء يعني ايه الهواء؟ اللي هم بيحبوا دايما يمرسوا الرياضة فالتكنولوجيا المساعدة عملت لهم ادوات الرياضية علشان تساعدهم ان هما يقدروا يستخدموا او ان هما يقدروا يتبعوا انشطتهم الرياضية زي ايه؟ زي تسلق الجبال لو حد من احد من فاقدي احد الاطراف عايز يتسلق الجبال فبيتعملوا اداة تكنولوجيا مساعدة بتساعدوا على تسلق الايه؟ الجبال تاني حاجة لابة القرة القدم لابة القرة القدم بيستخدم ايه؟ بيستخدم طباط قرة القدم اللي بتصدر ايه؟ صوت بتصدر صوت المكفوف دايما محتاج حاجة بتصدر صوت علشان خاطر هو مش بيشوف محتاج ايه؟ محتاج طباط قرة القدم اللي بتصدر الصوت دي بتصاعد مين؟ المكفوفين في لابة قرة الايه؟ القدم المكفوف دايما محتاج حاجات بتصدر صوت علشان هو مش بيتشوف فبيتعمل اكتر على الحس الايه؟ السمع زي البرامج اللي بتحول النصوص نصوها بتحول النصوص لصوت فدي بيسمح عن طريق قريقات الايه؟ الشش رقم تلاتة ركوب الدراجات الهوائية سرسية العجلات الدراجات الهوائية سرسية العجلات دي المين؟ للناس اللي عندها مشاكل او اعاقف ايه؟ في اقدمه دي بتعتبر سرسية العجلات بيشغلوها او بيتم تشغيلها بواسطة الايه؟ اليدين يمكن تشغيلها بواسطة اليدين حيث يستخدم او اليدين حيث يستخدمها الذين لديهم اعاقف ايه؟ في اقدمه يبقى التكنولوجيا المساعدة سنة 4 قادر تخلي زيو الهمم انه هم يقدروا يمرسوا حياتهم الطبيعية كأنهم ناس ايه؟ عاديين ما عندهمش اي مشاكل يعني قادروا يندمجوا فين في المكتب قلنا امثلة التكنولوجيا المساعدة سنة 4 برمجيات تكبير الشاشة ودي بتساعد الناس دعافة البصر برمجيات التواصل البديلة بتحول النص يساعد على التواصل الشفوي واللغة يعني بتحول النصوص المكتوبة دي برامج موجودة جهاز الكمبيوتر بتحول النص الى صوت والصوت الى ايه؟ الى نص مكتوب سماته القذو ده لضعاف ال ايه؟ برافو عليكم لضعاف السم سوري لضعاف السم سمات الاظن دي كمان فيها تطبيقات بوصلها بال ايه؟ بالموبايل او بالهاتف الزجي عشان اتحكم في مستوى ال ايه؟ السوت ايه؟ ايه؟ كمان سنة الاربعة الادوات الرياضية الادوات الرياضية دي بتساعد مين؟ زي والهمم من اللي هما ايه؟ الهواء يعني اللي حابب يلعب العاب ايه؟ رياضية من ضمن الادوات الرياضية دي واحد تسلق ال ايه؟ الجبال دول الاشخاص الذين فقدوا احد اطراف رقم اتنين لعب كرة القدم باستخدام طابط كرة القدم اللي بتصدر ايه؟ اللي بتصدر صوت دي بتساعد المكفوفين في لعب كرة القدم رقم تلاتة ركوب الدراجات الهوائية سلسية الايه؟ العجلات دي بتشتغل بايه؟ بيشغلها بالايه؟ باليد لمين؟ للناس او للاشخاص زي والهمم او زي والارادة مش هنقول زي والهمم بقى او ان هم عندهم اعاقة هنقولوا زي والارادة حيث يستخدمها الذين لديهم اعاقة في ايه؟ في اقدمه يبقى التكنولوجيا المساعدة سنة ربعة اثرت في حيات العلماء اثرت في حياة الناس زي والهمم يعني ساعدتهم ان هم يقوموا باعمال كانوا بيلاقوا صعوبة في ايه؟ في اعمالهم علشان يمرسوا حياتهم اليومية وبكده سنة ربعة عرفنا اهمية التكنولوجيا واهمية الادوات التكنولوجية في حياتنا واهمية الادوات التكنولوجية بالذات للاشخاص دي والايه؟ الهمم واد الادوات التكنولوجية دعمت الاشخاص دي والهمم وساعدتهم ان هم يقوموا بمهامهم اليومية بكل ايه؟ بكل سهولة وصلنا لنهاية درسنا اليوم ونيجي على جزء الأسئلة ونعرف الأسئلة إزاي بتيجي في الدرس ده السؤال بيقولك اختر الإجابة الصحيحة مما بيننا القوسين يعني حاختر الإجابة الصحة من بين الأقواص رقم واحد تستخدم نقطة لمساعدة الأشخاص دي والهم على التواصل الشفهي واللغوي إيه سنة رابعة اللي بتخلي الأشخاص أو إيه الأداء أو إيه البرمجيات اللي بيستخدمها أو إيه هي عنوية تكنولوجيا المساعدة اللي حستخدمها عشان أقدر أتواصل شفهي ولغوي مع الأيه مع الآخرين سماعة الأزو ولا برمجيات تكبير الشاشة ولا برمجيات التواصل البديلة دي باكتفاق رقم اتنين بتساعد نقطة الأشخاص زي والهمم في ممارسة الرياضة إيه اللي بتساعد زي والهمم في ممارسة الرياضة هل الدراجات سلسية العجلات ولا طابات كرة القدم التي تصدر صوت ولا كل ما سبق ولا الاتنين بيستخدموه رقم ثلاثة برمجيات نقطة تساعد الأشخاص زي والهمم للتفاعل مع جهاز الكمبيوتر برؤية الأشياء أفضل أو برؤية أفضل تكبير الشاشة التواصل البديلة الأدوات الرياضي رقم أربعة بفضل نقطة أصبح للأشخاص زي والهمم دوراً كبيراً دور كبير في الحياة دون أن يجدون أي صوب أجهزة الكمبيوتر برمجيات تكبير الشاشة التكنولوجيا المساعدة تاني تستخدم نقطة لمساعدة الأشخاص زي والهمم على التواصل الشفاوي واللغوي برمجيات التواصل البديلة برافا عليكم لأن سماعات الأذن بساعد ضعف الأيه البصر شاطرين برمجيات تكبير الشاشة عسن رابعة بتكبير الشاشة من اسمها يبقى حتساعد مين ضعف البصر رقم اتنين تساعد نقطة الأشخاص زي والهمم في ممارسة الرياضة هتساعد مين الدرجات سلسية العجلات دي بتساعد الرياضة طباط كرة القدم التي تصدر صوت ولا الاتنين مع بعض ولا كل ما صبك كل ما صبك سلسية العجلات لأن الدرجات سلسية الأبعاد بتساعد زي والهمم اللي فاقدين أحد الأقدام اللي فاقدين الأقدام طباط كرة القدم التي تصدر صوت دي بتساعد مين برافا عليكم المكفوفين رقم تلاتة برمجيات تساعد الأشخاص زي والهمم للتفاعل مع جهاز الكمبيوتر برؤية أفضل طبعا برمجيات تكبير الشاشة لأن ضعف البصر عايزين يشوفوا الحاجة بصورة واضحة أو الأشياء على الكمبيوتر بصورة واضحة فلازم يشوفوها بصورة ايه مكبرة يبقى عشان كنا استخدمنا برمجيات تكبير الشاشة برافا عليك عشان هي بتكبر ايه الصور والكلمات وكل حاجة على الايه على الشاشة آخر سؤال بفضل نقط اللي من خلالها أصبح للأشخاص زي والهمم دور كبير في الحياة دون أن يجدون أي صعوبة استخدموا ايه برافا عليكم التكنولوجيا الايه المساعدة شوف لو حد عنده استفصار أو سؤال نشوف الأسئلة أنا معكم استاذة فاطمة إبراهيم معلم أول قلب إن شاء الله أشوفكم على الأخير يوم الخميس القادم ساعة سبعة ونصف مع درس جديد من دروس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوكرا لكم شكرا لكم